طيب أعتقد أن الكثير من التفاصيل اللي تهم الناس أهمها طبعا كيف يحصل المصريون اللي في الخارج سواء الجاليات أو اللي جايين من برة المغرب على تذاكر ساعة السفير كان محدد جدا في هذا الأمر وقال لهم على الطريقة وأن في مكاتب متخصصة ودي اللي يهم الباقي كله طبعا حديث يؤكد على المؤكد تاني علاقتنا طيبة بالأشقاء المغربة وأن هذه المباراة يعني يجب أن نخرج بها بدعاء موشائج يعني ولما الناس بتقول كده متصورا أن التنافس يعني لا يحقق هذا إحنا وفاق الصيف خرجنا بالمعنى الحقيقي أن الكرة تقرب ما تبعدش ويمكن القالي عالج الجرح بتاع علاقة مصر والجزار في الرياضة والكرة والمشاكل السبب طبعا طبعا وحتى مشوارنا مع الرجاء خرج بشكل طيب وبنتائج معقولة وهي سريدنا وبإذن الله مع الوداد يبقى 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 الاسم على مسمى كل الود والوداد يعني فالمسألة مسألة فيه الآخر في الآخر آه كلنا عايزين نعمل أرقام وكلنا عايزين نخش التاريخ بس في الرياضة لازم نفهم أنها حدود مع كبار الفاينال ده يعني أقوى الفرق اللي وصلت ما فيش حاجة مشوان ساعة جيم عمرة ما هتكون كده الليلة أو مباراة الاتجاه الواحد الوداد يدخلها مصلحا بأنه في أرضه متدفي وكل حاجة حلوة ومره جنبه وما سافرش وتعود على الملعب والمناخ وكل المزايا لكن الأهل أيضا يدخل بكل الدوافع التي لديه أنه عند الصعاب تأتي قوة يعني الناس بتقعد تفسرها لكن مش هتعرف سرها لأن سرها عند النادي الأهل فقط وده اللي ظاهر في مران النهاردة ده المران الأول يا جماعة للأهل في الدار البيضة في أحد الملاعب الفراعية وده الكرة الجديدة اللي هتلاقي بها الفاينال دي كرة نهاية دور الأبطال لكن عايز أقول لكم أنه التمرين شاهد مشاركة كل اللعيبة يمكن حتى عبد المنعم وبادر بنون سافروا عشان يكملوا برنامجهم التأهيل هناك عبد المنعم بالنسبة كبيرة حتى الآن مش مؤكد أنه هو حيلحب بالمباراف لكن فيه جهود طبيعات تبذل إنما الباقي الحمد لله سافر أليو ديانج سليم عمرو سليا حمد فاتحي ياسر إبراهيم دول الأربعة اللي كانوا مصابين اتمرانوا التمرينتين اللي في القاهرة والنهاردة في التمرين زي ما احنا شايفينهم الكل في أفضل حالة وميستر بيتسو موسيباني خبير مثل هذه المواقف الصعبة يعني من أنا قلت لك كما بيطاح له الوقت بيذاكر كويس وإحنا شفناه شفناه وإحنا في دبي مع الطاقم بتاعه تخش المطعم أي وقت أو قطة الاجتماعات يا هنا يا هنا تليم مجتمعين بيحللوا بيشوفوا بيتفرجوا فطبعا خد بالأسباب وعمل عليك وتقبل النتائج طالما أنه ما فيش تقصير والحمد لله التاريخ بيقول إنها بتبقى تميل إلينا تميل إلينا فلكل مجتهد النصيب بإذن الله ويكون هذا المجتهد هو النادي الآلي إن شاء الله يعني متفق أنت معايا أنه خلاص بقى مش عاديين بس أنا كنت عايز أتكلم على حاجة قول ممكن ننساهة قول النهاردة أنت اللي هتقوله لأنا لأنا أنت ما تسألنا طيب لا ما أنا وسألتنا اسأل روحك أنا عايز أتكلم فيها وانت حتقول لي رأي لأن أنا برضو ليه علامة استفان فيه في تسريبة كده عن الاختيارات المبدئية لجهاز الفني للمنتخم ودو كري فيها عشرة من الأهل وخمسة من الزمالك استعرضت أسماء العشرة فيهم ناس لسه بتتعالج هتلاقي فيهم علم معلول لا ده غير طبعا الأجانب فتخالي للمنطقة مصر ياخد عشرة والاتحادات تخد لك أربع كمان أجانب أدار 14 لعيم بخلاف المصابين اللي حيبقوا بر القائمة كل ده عشان يتقاني القالي مستعد يلعب بدون الدوليين ولي ده حكك بقى أن من قول تقول كده حتى اللي فكره موسى يطلع فرحول حتى اللي انت كنتم صوره معتدل يبتدي يقولك تحيظ للنادي القالي وده مفيش عدالة مفيش عدالة نلعب من غير الدوليين ان يقبل نلعب ده اللي مفيش عدالة وبعدين طيب وحنشوف بقى إيهاب جلال حيسيب لعبة الأهلي لا ما هو ما يسيبش لعبة الأهلي بس كمان ما يبالغش ياخد ناس ملاش لازمة أما تاخد خط الظهر بالكامل بحرس المرمة مش معقولة كل دول حيلعبوا ونفسوا بعض وهي مباراة انت مستدع فيها حوالي 10 أو 11 محترف خارجي حتشوفهم إمتى فالتوازن في كل شيء مش عنده مش اختبارات طب انت بقى بتقول تلعب من غير الدوليين وريني للفرق هتسيب لي 10 أو 12 واحد ما فهمش لعبة دوليين وتقول ليه لعب من غير 14 لعب دولي إزاي يعني أرجون يكون ده تسريبة غير حقيقية خاصة نعم باشمونس انك انت هتسافر كمان بعد ما تخلص الارتباط بتاع التصفيات هتسافر تلعب في كوريا مباراة ودي يوم 15 أيوة ما دي وترجع تلعب مباراة بقمة يوم 19 ما دي النقطة انت هتخلص على لعبتي في الصفر والمروح ما جاي وانت غالبا مش هتلعبهم كلهم وزا لعبتهم كلهم هيبقى من باب ايه هو انت لسه عايز تجرب الشناوي هو انت عايز ايه من المتشاط الودية دي مش ممكن تطلع بحد لسه عايز تجرب الاساسيين بتوعك يعني هتجرب الاجانب امتى في المتشاط دي موسيقى